او 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 كثيرا تريد ان تستخصر مع بعض او 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 تستخصر وتحس ان ان هذا ليس كافي او 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 هتعمل ايه في الان سلام ربكم بخير اهلا بكم في فيديو جديد وقالنا هاتف عشين تاتر عشين تدين مع الجمهات التركيا بدأ دلوقتي ف... احنا كمان بدأنا الموسم في الهاتف القادم من اول ما بدقين من هذا اليه حدث نهاية السيزن سنتحدث عن كل شيء انتوا حتاجين تعرفوه عن الجماعات التركية بدءا بالفيديو ده الفيديو ده هيتكون بتكلم عن التخصص المصدرق في الجماعات التركية او اكتب تبعي استداء استخصصين مع بعض او اكتب تستخصص وتحس انه لا اده مش كافي او اعيز حاجة تانية او اكتب تندم على اختيارك التخصص الذي انت اخترته بالفعل ولكن مفيش امل انت اضغير او اهلك عايزين او 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 هتعمل ايه في الحالة دي الجماعات التركية بتقدم خدمة كويسة جدا وهي خدمة تخصص المصدرق تخصص المصدرق ده يقال الموجود في الجماعات الخاصة اكتر من الجماعات الحكومية الاحسائيات الاخيرة قالت ان اكتر من 25% من طلبة البكاليوس في التركية عندهم تخصص مصدرق ايه هو الفكرة بتاعته ان انت بعد ما بتخلص اول سنة لك في الكلية وتكون جايب تقدير فوق الاثنين فاصلة اثنين في نفس الكلية بتاعتك او في نفس العام بتاعتك في كتير جدا من الجماعات فكرة تخصص المصدرق بتكون مجانية مش محتاج انك تدفع لها الفص زيادة بس تدفع فلوس التخصص الاولي اللي انت فيه وزي ما قلت لك لازم تكون تنمية سنة يعني تجمين على الاقل في التخصص بتاعك عشان تقدر تزوج بتعمل ايه بتروح للمستشاية الدراسي بتاعك اللي هو دانشمن وخلي بالكم ان كل طالب يتركها ليه دانشمن بتقول له انا عايز اقدم على تخصص مصدرق وبس ما طبي بمشي بعد كده بكل سهولة طب ايه الفايدة بقى من فكرة تخصص مصدرق انك بعد ما بتتخرج بتاخد شهادتين بكاليوس مش هادة واحدة بس وده بيفق معاك جدا في سوق العمل بعد كده انه بيكون سهل قوي ليك انك تلاقي وظايف لان انت معاك شهادتين مش هادة واحدة فده بيخليك في الافضلية مقابل الناس التانية اللي بيكون مقدمة معاك في نفس البزرش فلو انت خايف من سوق العمل وعيست دي ستنين في نفس الوقت او اهلك اكبروك على حاجة وانت عايز از حاجة تانية ولكن اللي انت احت نفس المسمى العام تقدر تقدم على التخصص ده دي حالك كويس جدا وبس كده دي كده المعلومة بتعطي المواضي عن الجامعات التركية ما تنسوش تبسكيب ولايك وتبعات الفيديو ده لأي حد مهتم انه ما يعرف تريك خاصة زي دي مش منتشر خالص عن الجامعات التركية وبس كده اشكرا لفداية الجاية وباي باي تصبحون على خير